أكثر من 18 ملاف فساد أحيل إلى هيئة النزاهة جديدا منها الصناعة والنفط والنقل ملفات دون عنوان ولا أسماء من أفسد المنظومة الحكومية تكتم مستمر لأسماء شخص سياسية أهدرة المال العام وثمت ملفات أخرى لها قادمة والأمر موكول للجهات المعنية أما التساؤل هل للمحاصصة مساحة في تسويف الملفات؟ هل القانون صوت فوق المساومة السياسية؟ كل الملفات التي تم حالتها استكملت بها كل الأدلة والوثاق التي تثبت الهدر أو سرقة المال العام والأمر موكول للجهات المعنية هي صاحبة القرار بإكمال التحقيقات واستقدام الأشخاص المعنيين بهذه الأمور وحالتهم إلى القضاء على المستوى الشخصي أنا متابع لجميع الملفات التي تم إحالتها للجهات المعنية وصدر استقدام بحق كثير من الشخصيات التي أسمائها موجودة بهذه الملفات العراق يحتاج إلى أمرين أولا توافر الإرادة الحقيقية الجدية وليست التي تطرح على وسائل الإعلام المسألة الثانية حماية الأجهزة الموكولة لها كشف الفساد من أجهزة نزاهة وأيضا حماية الساد القضاء والأجهزة القضائية كي تقوم بعملها بشكل حر دون التأثير لا تهديد ولا ترغيب ولا ترهيب فتح ملف وأغلق التهم وتبرأ إجراءات هي استفزازية وفي ذات الوقت لا تحمل من ثقل الدولة شيئا دفعت المواطن باليأس تجاه نتائج ملاحقة لجنة النزاهة النيابية للفسدين والتي تفتقر لثقة المواطن بالشيء الكثير لا متفاعل ولا غير متفاعل أنا معيش لأنهم لجنة النزاهة يرادلهم نزاهة والله ما يحاسبون أي واحد الله وكيلك جبناه من 2003 لحد دينا جابوا الكتب راحا من الكتب وواحد يخطع الثاني وماك واحد جابوا وحاسبوا تظهر ملفات الفساد وتظهر كل الجرائم بحقهم لكن للأسف نجد بعد أيام قلائل أن المسؤول المتهم بالفساد يطلع على قنوات التلفزيون ويتكلم بكل رحابة صدر وبكل فقة عالية ويقول أنا ما علي شيء لعد هاي الملفات من وين جابوها ملفات ضخمة احتضنت الفساد قزمت في كل مرة سوفت في السابق ويبدو الحاضر شبها له فلا نائب سجن ولا وزير معتقل فسجون تشتاق لفاسد واحد مر على العراق منذ 2003 وحتى اللحظة ضحى عمبر الرشيد حتى